في مجال الهجرة على أرض الواقع عبر برامج وممارسة قانونية وإجراءات ومعاملات هدفها إدماج واندماج المهاجر في إطار يحترم حقوقها لا زال إقدام السلطات الجزائرية على ترضي مهاجرين يلحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء يثير مزيدا من ردود الفعل المنددة بهذا الإجراء الذي يتنافى والقواعد المعمول بها في التعامل مع المهاجرين رصد لمعاناة هؤلاء في روبرتاج محمد ريد العبيدي وعادي المعروف في ذكر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يهان الإنسان فصل جديد من فصول اضطهاد ومعاناة يعيشها المهاجرون بين رعب وخوف واستغلال يعانون من ويلاته كل يوم ونداءات استغاثة مصدرها الجزائر أنا خائفة للغاية كلنا خائفة لدرجة أنه لا يمكننا الخروج لشراء أي شيء نتدور رجوعا على مدى ستة أيام الماضية ولا أستطيع حتى شراء الدواء لابنة التي تعرضت للاقتصاب أريد أن أرحل عن هذا البلد نريد مغادرة هذا البلد لا تتركون إرحمنا من فضلكم نتخفى ونتناول أي طعام ولا مال لدينا علينا أن نعمل في تنظيف البيوت لنأكل ولا يدفعون لنا كل حقوقنا مقابل ذلك نتعرض للاستغلال لأننا لسنا مهاجرين شرعيين لدي ثلاثة أطفال ولا يمكن للخروج حتى عندما أمرض إلى هنا لم تنتهي حدود المعاناة حوالي 1500 مواطن من دول إفريقيا جنوب الصحراء رحلتهم السلطات الجزائرية صوبا نيجر رحلة قصرية بعنوين كثيرة عنف وطرد في شاحنات مخصصة لنقل الرمال نقص في الماء ورغيف خبز يتقاسمه أربعون شخصا وتجريد من الأموال والهواتف النقالة وفق شهادات مواطنين ماليين كانوا ضمن المطرودين أحدونا إلى باحة كبيرة جمعوا فيها كثير من الناس عملونا معاملة سيئة كانوا يضربون الناس بعنف ويكسرون هواتفنا المحمولة عثمان كوليبالي ومئات آخرون من نساء وأطفال عاشوا الوضع ذاته هم اليوم يطلقون صرخة باسم الإنسانية علها تجد صدر وتوالت ردود الفعل المنددة بعملية طرد الجزائر لمهاجرين أفارقة ينحدرون من جنوب السحراء واستنكرت منظمات حقوقية وأخرى غير حكومية وغيرها بالطرد المكثف للمهاجرين والعنف الممارس عليهم من طرف قوة الأمن الجزائرية واصفين أيام اشتركوا في القناة